ما شوفنايش محمد علي بالرمضان برشا في المنتخب برطان كان يمكن من الملاعبية اللي كنا نتصور وإنا بش نلقاوه بش نعاولو عليه برشا في الكوب ده أفريق بوعو الكورونا بعضوته شوية وحتى وقت اللي ما كانش مصاب بالكورونا ما تعمل عبش برشا انتي كنت بغادي محمد علي ما شوفش توجه كان الملاعبية اللي يعود بر أكثر من حتى الملاعبية المحليين حسن غايدان الشعرية اللي شوفناه في قطر في بطولة عربية كان قدم تقريبا كان أحسن لعف المنتخب مع بلال عيفا فهلي لكن ما شوفنايش بطولة عربية بطولة الأفريقية كيف كيف فما توجه في اللي انه نعملو على الملاعبية لعبه في أوروبا خاصة وقت اللي تسئل معتها للوديسكور أوفيسيال يقول لك لأن نعتمدوا أفضل الملاعبية والملاعبية للحاضرين خير ولكن يظه اللي كان واضح التوجه أنه نعتمدوا خاصة الملاعبية اللي ينشتوا في 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 أوروبا ويظه اللي وقت يتشوف سيف الدين الخاوي في المباراة الأساسي مع المنتخب الوطني التونسي سيف الدين الخاوي اللي عليه برشة حديث واللي التوا يقولوا ملاعبي كبير وعنا ثقة في سيف الدين الخاوي لكن لحد الآن ما زال ما وراش اللي يشفع له باش يكون أساسي في المنتخب الوطني التونسي ومن بعد يمكن بعد المباراة الأولى سلام التشكيلة واللي تفرض فيها الظروف الصحية بسراحة معتها براتيكمون وقت اللي تسمع الغيابات واضحة التشكيلة الأساسية نعرفوها قبل البنهارين بتليسة عكس ما كان قبل في البطولات الأفريقية تعرف نقعد ونستنى وسويا قبل المباراة ولا ليلة المباراة باش تعرف التشكيلة الأساسية في الكان هذية تقريبا كيما قلت قبل البنهارين ولا تليسة تبدأ واضحة التشكيلة بتاع المنتخب الوطني التونسي بما أنه الاختيارات ما كانتش برشا في ذلة لكولن كيف كيف دليل برح لتوال في نفس المجموعة تعادل مع بلوزداد بعد شهرين تقريبا راحة كماش تعتبر النقطة متعيتها الخاصة لتوال كتاش تربح شوفنا كورا على البار كيف كتاش تقصر بعض البنالتي اللي ضاعت في تقيقة تسعي والله يشوف ذو لليسيركنستانس الكل وقت لتشوف النجم الرياضي الساحلي عنده تقريبا ثلاثة شهور ملعبية ما ما لعبتش مباريات وحكي عليه حتى روجي لومير اللي ما حكي عليها النقطة هذية روجي لومير نقطة بصراحة وقت تشوف بلانتي في تقيقة تسعين قول نقطة إيجابية للنجم الرياضي الساحلي في ذول كما قلت الظروف لكل هذي نجم الرياضي الساحلي عنده مدة بعيد على الميادين ومباراة فرحت فيها برشا الأيمن المثلوثي حارس النجم الرياضي الساحلي لأنه في تونس سليم أكثر حاجة نزربوا فيها للملعب هذا والحارس هذا كبر ويلزم يعلق الصبات وقتاش يكمل أيمن المثلوثي ناس كل تستنى في أيمن وفيه وقتاش بشي بطل الكورة اليوم أيمن يوري أنه مرة أخرى من قيمة الحراس الأكبار ووقت اللي تحق الركب ووقت اللي الفريق متاعك يستحقك يلقاك ومتنجم تكون كان حارس من تينت أيمن البلبولي باش تخلي نجم الرياضي الساحلي في الطرح البيارة روجي لومير كيف كيف عنده بصمة وانتصار في البيارة شوفت حاجة روجي لومير ما ينجم يكون كان عنده بصمته سليمين المدرب هذا سفرت معاه مرتين روجي لومير وقت اللي يدرب في النجم الرياضي الساحلي قبل مدرب يقف على كل كبيرة وصغيرة معتها ما تتصورش أتفى هالحاجات روجي لومير يقف عليها بصراحة مدرب عنده قيمة كبيرة برشة أنا احراد في الكونفرنس متاع الامير قلت البارح والبارح في الماتش كيف كيف كنت موجود نعاش حاصينا أوكي كبر شوية حاصيته دليل حتى في الكلام بالسيف ما يتكلم نعاش كان شفته في اله وهو قال هادي جاء سامحوني بالسيف ما نتكلم نعاش كبر مريض شوية نعاش هيريم يقلق شوية يقلق أنا أنا واحد من يساني قلت لك سلام أنا روجي لومير اسمه كيكون موجود في وسط الجروب حضوره حتى روجي لومير عمره مئة مئة سنة عنده وعنده قيمته بصراحة وكي تشوفه حتى الأخبار اللي توصل معتها من المحيط منها من المتاع النجم الرياضي الساحلي يقول لك هذك هو روجي لومير متاع قبل رأو مازال كيما كيما تعرفوه قبله ويتلهاب كل كبيرة وصغيرة ويظهل يمازال بكري على الحكم على روجي لومير في النجم الرياضي الساحلي توصله بي غدو نكمل مع السياسيز غدو ماتش للسياسيز برشة غموظ في السياسيز على إفكتيف تساؤلات مشاكل المالية كيف تشوف السياسيز المسابقة هذي ينجم يطمحوا ألا صعيب شوية في سيتيواتيون متاع الفريق إن شاء الله هالديرين بالنادي الرياضي السفيقسي خدمتهم كبيرة خاصة على المستوي الذهني مع الملاعبية اللي صار في النادي الرياضي السفيقسي والأخبار اللي تجي من المحيط متاع الفريق ماهوش ماهيش سهلة يلزم بعض الملاعبية على لزا كوتين اللي قاعدين صارين في النادي السفيقسي الكل هنتصورينا مباراة نادي السفيقسي مباراة مش مباراة العمر لكن مباراة القليب ومباراة الرجلة ومباراة ملاعبية النادي السفيقسي يلزم يجيبوا المباراة هذية للجمهور النادي الرياضي السفيقسي خاصة جمهور اللي تعب برشة أيضا وقاعد يتبع بكل شغف اللي ساير في النادي متاعه وايضا انتصار في مباراة غدوة انتصار بش يكون مهم حتى الهيئة التسيرية والناس اللي قاعدين ياخد متوى في النادي السفيقسي بش تسهللهم شوية المأمورية تعرفوا قلي تبدأ تخدم منتي منتصر سليم والأجواء باية مش كما لا قدر الله تعمل فو فو با ولا خسارة وإلا حتى تعادوا لنصور ما يرضيش النادي الرياضي السفيقسي غدوة يزم انتصار بش ناس كل تبدأ تخدم مرتاحة وبش يبدأوا يمشيوا يلقاوا الحلول لنادي السفيقسي حول النادي السفيقسي اللي يلزم تاوا الناس لكل تتكاتف بش ما يخليوش الأمور تزيد تتعقد أكثر من هك أكيد شراب التوفيق غدوة لسياسيس كيف كيف الاسبرانس واليطول في المسابقات الافريقية به خليبت الحوار معك محمد علي حاب نقول حاجة السفر من الحوار انت عند من ناس اللي عندك فضل كبير علينا خاصة في دخولي للمجال وكيف مع الصحافة معاش كتتفكر دليل لكن غذا ما يمنعش نحاول نحضرك شوية اليوم لا لا مرحبا وانا فرحان برشا وما عندي حتى فضل بالعكس الكفاء متاعك تبارك الله والباركور اللي قاعد تعمل فيه والغرام الكبير نعرفك مغروم برشا اسلام بالحاجات اللي قاعد تخدم فيهم وبالشي اللي قاعد تعمل فيه هنا فرحان برشا بالشي اللي وصلت له وان شاء الله اللي ما زلت بش توصل له وكفائتك هي اللي خلتك توصل لشي هذي وبمن خلالك انتي نحب تحية كبيرة برشا لكل سرفيس بورف اكسبريس افهم كلهم زملائنا واصحابنا واصدقائنا واكسبريس افهم الدار اللي ديما محلولة لكل الاعلاميين والحاجة اللي يعطيكم فيها الف صحة اكيد اكيد نبدو مع البدايات دليل كيفش بديت مع الصحافة غرام الصغرى انتو ولد مع الصحافة اكيد كيفش بديت بذبت غرام غرام من الصغرى سلام من اللي صغير تربيت عزيزي الله يرحمه كان يشريدنا كل يوم جريدة الصباح نقرأ وعيلا كاملة جريدة الصباح من عنده عزيزي كانوا ديما يخلوني اخر واحد نقرأ الجريدة خاطر نقرأها من صفحة الأولى للصفحة الأخرى تعرف وانتي ولد بلادي سلام كنت لاعب في اتحاد منزل تميل كرة اذا سؤالي اللي بعد حرقتلي فيه دي ده باية مسيل كنت نخمم يمكن باش نمشي وقتها لأقصر صعيد باش نكمل في السبور في ليلة مليالي بحذين نظيفة وقتها قامت لاربعة متعة صباحة تلقالي نقرأ في الجريدة قتلي تلمو مغروم هك عليش ما تعملش صحافة وبالفعل من جلت هذيك يمكن الشرارة اللي خليتني نخمم باش نعمل صحافة وقيت حاجة نحبها برشا وحمد الله معتدخلت للمعهد الصحافة بغرام كبير عملت أربعة سنين في معهد الصحافة حصلت على الأستاذية في اختصاص الأعلم الرياضي كما قلت لك كنت نعمل في حاجة مغروم بها برشا ونحبها برشا يمكن هذيك الحاجة اللي سهلت لي المأمورية متاعي وقبل ما نكمل في معهد الصحافة مشيت للتلفزة الوطنية بيت مسيرتي في التلفزة الوطنية مشيت في استاج بجمعتين وبعد واتواصلة الرحلة كنت مخاطبت بشتحتن في التلفزة وشوها كان منك أنت عطابز وهذا ظروف وقتنا خلالك والله والله ظروف سبحان الله معاتها كانت كاتبينها وقتها نعمل في أعلم رياضي تتذكر السلام كانوا يطلبوا مننا باش نعملوا تربص في جامعة وقتها عملت في المتاعنا يطلبوا مننا تربص وفي دوزيام سيكل يطلبوا مننا تربص ثاني وقتها القانون قال لك تقرأ أعلم رياضي لتتذكر التربص ومتاعك تعملوا في جامعة واحدة من الجامعات الرياضية وأنا كنت عملت التربص في جامعة كرة اليد مشيت وقتها سيمو حامد حمدين وجهلوا تحية كبيرة برشة وقتها مدير معاد الصحافة وقلت له ما نحبش نخسر جمعتين أخرين ونعمل نفس نفس الحاجة قلت له نحب نعمل التربص ومتاعي في مؤسس تفزة الوطنية وقتها وافق لي وبدأت المسيرة من غادي كما كنتش حاطت فيه أكيد كنا نحلموا كنت مغروم برشة أنا بالتلفزة وكنت مغروم برشة بزميلي وخوي وصديقي وأستاذي ولي دولم تاعي وكل شي مع تارازي جانزوحي كنت مغروم برشة برازي وقتها في الحدري نتفرج برشة في الحدري حتى على سبيل الدعاء بأسلام وقتها نمشي في استاجات مع منزلتني وقتها في كرة اليد تلقاه في يدي دبوزة المية وزعمة ميكرو ونسأل فيهم هكا شنو تستنى في ماتش غدا ومعادة نلعب في دور الصحفي على بكري والحمد لله هالشي اللي حلمت بيوصلت مو سهل باش توقع بلوصة في الترافزة خاصة نقوله مؤسسة حكومية تأتيك معناها صعيب بلكن تدخل لها معناها منستاج صحيح مهوش مهوش سهل بالكل خاصة من وقتها تبراتيك ما كنت من أصغر الصحفيين في في الجروب في التلفزة الوطنية بصراحة فما زوز من ناس اللي يسهلوا لي المأبورية برشا 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 كما قلت لك رازيو أيضا بليلة العلويني تحية كبيرة صديقنا وزميننا وعاوم برشا صحفينا بلال العلويني بلال وقت قتل كنا جاي من كرة اليد عقلني بلال هو حلي الباب تعرف ساعات كي تمشي استاجير في بعض المؤسسات الإعلامية ما يتلهيوش بيك ما يعطيوكش برشا وقت وقتها بلال كان يخرجني معاه في المباريات وفي الخدمة اللي يخدمها وسهالي برشا المأمورية دخلني في وسط الجروب في آخر نهار في استاج جيني وقتها رازي قال لي عليش ما تكملش معانا وتقعد معانا نحب ونشب والمجموعة قتلوا بالعكس إذا حلم بالنسبة لي إذا كان نكمل معاكم ومن وقتها نطلقت المسيرة الحمد لله وبصراحة كل زملئي وقتها في اللحظة الرياضي في التلفزة الوطنية استوفيق العبيدي أيضا نقيس مصلحة الرياضة الكل هم سهلوا لي المأمورية وكنت نقدرهم ونحترمهم برشا وكل واحد في السيرفيس وإلى في اللحظة الرياضي السليم كنت نحب نتعلم عليه حاجة وبصراحة فما برشا ما دارس وقتها في اللحظة الرياضي كل واحد خطيق من عنده حاجة رازي الكاريزما متاعه والحضور متاعه والشخصية متاعه واذكي متاعه كيفاش يحذر الخدمة متاعه كيفاش يدتكتي البنزي لما عتب لي بش نحكيلك على رازي بصراحة قامة كبيرة كبيرة برشا ذكي برشا ويعرف يختار الناس ويعرف في قيم برشا بالعكس لي هذك هو هذك هو رازي اللي نعرفوه واللي خدمنا معاه بونك في الرجعة متاعه وما رجعش مباشرة هو التلفزة الوطنية كانت عنده تجربة في الحوار التونسي وبعد رجع للتلفزة الوطنية للاحد الرياضي وقتها رجع للاحد الرياضي بعد ما أنا قدمت للاحد الرياضي الناس تشوفيها فرحان بعودة رازي يقولوا لي يا أخي مكش غاير باش يرجع باش ياخذ البلازة قطلهم بالعكس ينخدموا مع أرازي دي معنا فرصة باش نزيدوا نتعلموا على أرازي أكثر وباش نزيدوا نتحسنوا أكثر وبصراحة حسنة برشا قطل كازو مالقي في التلفزة الوطنية سهلوا لي المأمورية برشا أسمي كنت حاطت كل واحد شنو نجم ناخذ منه من عنده أنا شاكيب لخويلتي واحد من القدماء متاع التلفزة الوطنية وشاكيب كبرودة الدم والصعوبات وفي الظروف مهما تكون صعيبة يطلع للخدمة متاعه ويتعامل مع كل الظروف ربيع البحورية هو رئيس مسلحة الرياضة قد يش يحب الخدمة متاعه قد يش يصهر اليلي وييقف على اللي بتي دي تاي في الخدمة متاعه كنت نصهر مع ربيع البحورية للربعة متاع الصباح وبعد الروح من التلفزة على سقايا حتى الباردو ضحيت برشا حمودة بن سليم قد يش ميت كولو سامي بن مسعود ايضا نبيل تليلي في وقت من لو قاد زينا نبيل علمني برشا حاجات وقف معايا برشا كنت باللي نعم نروح من نبدأ شيخ بالخدمة اللي جايبها للتلفزة مهما ما نكون عملتنا نبيل كنجيه وقل لي كنت نجم تعمل ما خير يا نبيل شنو شنو ما خير تحية كبيرة يا نبيل شنو نجم نعمل ما خير اكثر من هكا هاو المطلوب جبته اكثر من مطلوب قل لي قل لي نعرفك قادر بش تجيب بش تجيب ما خير وهذيك حاجة خليتني لتوى ديما نحب نكون نتفرد بالخدمة اللي نعمالها ديما نحب نعمل حاجة مختلفة على على الاخرين عبد الرحمة العش ايضا قايدوهم تيانا زينا عبد الرحمة العش برطل عليه وتحية لكل زملية في نزول حيان انتقادات شوف والله اسلام كل منزيد نهار كل منزيد نعرف اللي الانتقادات توجهنا لنا احنا في التلفزة الوطنية بطريقة اقصى ببرشة من انتقادات الوسائق وكل جملة شهيرة بتاع ندفعوا في فاتورة الضو ندفعوا في فاتورة الضو وحكاية حكاية كبيرة هذيك اباو ما هوش يمكن وهوش المجيل باش نحكيو فيها الناس كل تحس روحة تلفزتها نسكل تحس روحة تصرف على التلفزة تستنى منك قد ما تعمل وبيقي يستنى ومنك اكثر الغلطة كي تصير في التلفزة الوطنية تكبر تتهول نشوفوا اخطاء اكبر ببرشة من اللي تصير في التلفزة الوطنية وتتعدى مرورها الكرام احنا كل حاجة تصير يركزوا علينا ميسالش من يخذوهيش من الملكوتين الخايب ميسالش نيخذوها ملكوتين البينا نخذوها كنقد وتكون دافع علينا احنا باش نديما نحاولو نحسنو ونطورو في الخدمة متاعنا ومرحبا بالنقد متاع الناس الكل النقد اذا كان يقعد في الحدود متاعه وما يوليش تجريح وما يوليش السبع تؤمن كونو الصحافة دالي يزم يكون ولد معهد الصحافة ولا ليه التكوين في معهد الصحافة عندو قيمة كبيرة كبيرة برشة وإضافة كبيرة برشة لكن نؤمن انو يكون ولد معهد الصحافة ولا ليه بصراحة التجربة كنت نأمن اما التجربة وراتني انو ليه عليش خطر عنا برشة اسماء كبيرة متاع صحافيين في تونس ما همش كل دمعات الصحة. بي كما كنا رحكينا شوية من اللول كنت جارديان في المتاع هوند هكا واللي. ونفرش فيك برسونات على فكرة. علش التبديلة هذي معاتك من اللاعب تكون اللاعب تمشي تخدم في اللاعب؟ قعت في الفسبور. هني قلت لك كنت نخمم وقتها يمكن بش نعمل معهد الرياضة في قسار السعيد. كنت نجم نمشي للمعهد الرياضة. وقتها تحية زيدا لسي إبراهيم العقل بي كان مدرب ودربنا تعفو بالله. سليم في منزل تميم وقتها هو أستاذ في معهد الرياضة في قسار السعيد. وقال لي إيجا لهني. من بعد الاختيار كان على الصحافة. الاختيار متاع القلب متاع الحب كان على الصحافة. ما كنش ستش كامل منه ومنه. صعيب. صعيب صعيب. رياضة ومعهد صحافة. وعملت عامين. عملت عامين كل يوم نمشي ونجي للمنزل تميم. وليت التعب لحكاية السليم. جيتني عروض البره من منزل تميم. وقتها المسؤولين في منزل تميم. ما حابوش يعني ما كنوني ملاوراق متاعي. واللي تحديت حد للمسير الرياضي. صعيب. أي نوع في جمعيتك؟ أنت من النوع اللي يقوله على جمعيته ولا تتحفظ؟ لا والله نتحفظ. ما تحبش فور. لا ما نحبش نقول على جمعيت اسلام. عليش خاطر بصراحة الشرع الرياضي في تونس اليوم ما مزل قاسي يلتوهم على الناس اللي يدكلاريوا الجمعيات متاحهم. اليوم حتى ما يعرفوش جمعيتك وينسبوك. كل جمعة ينسبوك الجمعية. كل جمعة ينسبوك الفريق. فما بالك كان يعرف الجمعية متاعك. حتى تولي تقول كلم عن حسن نية وينسبو فيه الكلم هذك. حاجة حاجة والله يخايبة. تمنيت لو كان جيت ديكلاري ونقول جمعيته وتمنيت خاطر. تعرف صعيبة اسلام محروم اليوم أنك تمشي تتفرج في جمعيتك. أنا نحس روحي أكثر واحد في العالم يحب يحب جمعيته. معتا نحب جمعيتي برشا. أما ينفوها تخلط للخدمة وإلا في الخدمة ننسى كل شي. يتنحن مريول متاع جمعيتي ومتاع الجمعيات. متاع الجمعيات الكل نحترم المؤسسة اللي نخدم فيها. نحترم الجمهور نحترم الجمعيات الأخرين. ويمكن من أقصى من أقصى للعبيد حتى على جمعيتي. ويمكن أكثر نقد وأكثر سب نيكلهم الجمهور متاع الجمعية متاعي. وحمد الله هذه حاجة فرحان بها. قلت لك محروم الواحد أنه اليوم يلبس الولد ومريول متاع الجمعية اللي يحب. هناك نخرج نعمل دورة مع ولادي نبه. اليوم ما نحكيوش في الكورة حتى كيجوا يسئلوكم بابا شنو يحب ما 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 تقولوش. معنى ما نحكيوش ما نحكيوش في في الكورة بالكل. على خطر الأغارب. هذيك العقلية متاع الجمهور ونتفهموهم أكيد. عنا برشة تعصب الجمعيتنا في في تونسا ما نقول لك حاجة حاجة خايبة. ما تنجمش تلبس ولدك مريول الجمعية اللي يحب. ما تنجمش تهزو الأستاذ يتفرج فيه وذي يزيد حكاية كبيرة برشة اليوم. ولدي عمده عمره سبعة سنين. نبدأ نتعارك معها يقول لي بابا عمري ما دخلت الأستاذ بصراحة مسكين الجنراسيون الصغيرة. هذه اللي جيت من بعد الثورة مالوروزمون لعندهم حق يدخلوا الملاعب لعندهم سيرح لعندهم قاعات سينيما مسكين جيل بصراحة صعيب الظروف اللي يتعادى فيها والتربية اللي يتربيها بصراحة صعيبة برشة. دليل فما تكون يتبقى معتم الصحفيين ما يحسن مش يقول الآن حب الجمعيين الفلانية. فما تكون حتى يعتبروا انك ما تقولش منه وعمل نفاق فما حني في الكلمة. نقدر نقدر ونحترم انهم يعدنوا على الجمعيات متاحهم سيتان شواء هم اختاروا انهم يعدنوا على الجمعيات متاحهم. انا نخير انه لي وفسرت لك عليش لي بصراح. نحلو باب متاع الكوبدة فليك متاع الكان. كيف شفت تقييمك مشاركة المنتخب في البطولة هذه؟ تقييم المشاركة المنتخب الوطني التونسي في ظل الظروف اللي عاشها المنتخب الوطني التونسي النجم وقول مشاركة معقولة. معقول اللي صار. اما اذا كان نحكيه اسم تونس وقيمة المنتخب الوطني التونسي كنا نستنيه في مخير. كنا نستنيه في المنتخب الوطني التونسي بش يمشي ابعد من هكا. انا سفرت بارشا مع المنتخب الوطني التونسي وبصراحة كنت كنت فخور بالحاجات اللي نشوفهم في المنتخب اسلام. وقتل تمشي مع المنتخب التونسي تقولش عليك ماشي مع المنتخب الاسباني المنتخب الايطالي المنتخب البريزيلي. خالية متعناحة الناس الكل تخدم كل واحد يخدم خدمته في نذكر في كأس العالم في 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 روسيا. كنت قريب وكنت نمشي وندخل مقار المنتخب الوطني التونسي. ورينا كل شي من قرد الماتيريير مليليها بالمريول الإطار الطبي كل حاجة كل كبيرة. ما عادش فخور اليوم. في المنتخب الوطني التونسي كنت فخور بيها برشا. المشاركة هذية بصراحة الواحد يحس في 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 وسطو حاسس اللي مش كيما العادة فما فما حاجة في المنتخب الوطني التونسي. ما هيش كيما العادة. كلمة فوضى باش من ما ما نكبروش لحكيها ما فاماش ما فاماش فوضى. يمكن الظروف الصحية اللي عاشها المنتخب الوطني التونسي. خليت الناس الكل على العصابة. خليت الناس كل ما هيش فهمة رواحة شنوها تعمل. ما يخذين الاحتياطات متاحهم الكل وباقي عدد المصابين في الوسط المنتخب ماشي. ويكبر في منتخب ولات مقارنات مع منتخبات اخرى ما عندها حتى اصابة. وحتى منتخبات كانت ساكنة معانا في نفس النزل في لمبيا وقتها كيما المنتخب الموريتاني. ما عندهمش اصابات وحنا ماشية وتكبر الاصابات في وسط المنتخب الوطني التونسي. شنو راجع هاي. تحس الناس يكون تقريب داري. شنو راجع هاي. ولا يشوف اسليمش. قلت حاجة كنت قريب قريب صحيح. وكنا ما كناش برشة الصحفين اللي اخترنا باش نسكنوا في 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 اليمبي. برشة من زملائنا اختاروا باش يسكنوا في دولة ويتحقوا يتنقلوا يوميا ما بين دولة. وselحة اللي امي هي كننا قريب في المدينة اما بسارحة. ما فما حتى واحد كان قريب للمنتخب الوطني التونسي. ما كان حتى واحد نجم يدخل المقر اقامة يكن من الدخل حكوة الuclis reciprocal اما تقريباً كيف ناكيفكم ما ندخلوش المقر اقامة المنتخب الوطني التونسي الى عكس نسخ اخر من كوبدا تفريك وقتها كنا نجم وندخلو. فما ما وص realmente خ والنات احنى كانت عندنا الاحقوق اللي كانتاة متاع المنتخب الوطني التونسي فما كان غينيا وقتها كانوا عند زمالينا في التسعة وكانوا يدخلوا فالكان هذية ما كانش ممكن الدخول اللي بش يحكي على فوضى وإلا بش يحكي على أسهار ما نتصورش نتصور هذية من وليدة المخيلة متاع وخاطر هان يقتلك هالنس الكل كانت بعيدة وما كان حتى واحد يدخل مقر الإقامة لمنتخبنا فوضى ليه زيدا خاطر نعرف ما تجم تستنجها دليك تشوف لي صابت مثلا بالكوفيد في المنتخب شوف الاستنتاج مع عمرو ما كان دليل وقت اللي تكون نستنتج كيما ينجم يكون استنتاجك صحيح كيما ينجم يكون الاستنتاج متاعك غالد اسلام ما ينجمش يكون الحكم متاعك قطعي والله وقت ينحكي مع المسؤولين أنا غادي يقول لك راولم لعبين ما يخرجوش من بيوتهم مع التحدهم حد يخرج للرستوران ويرجع حتى قبل كانوا يخرجوا من نزل يعملوا دورة قريبة منتخب موريتانيا كان معنا في نفس النزل كانوا يخرجوا يهبطوا البحر قريب ويعملوا دورة في البحر من لعبيتنا كانت محصورة في وسط النزل يختلطوا ببعاظهم وإلى ليه الحكم متاعي من نجمش يكون قطعي خاطر ما كناش موجودين في نفس النزل كما صارت الكبير في محلها وخاصة طريقته كانت طريقة متاع إقالتو شنو عليك فيها شوف الإقالة إقالة مهما بيش تكون التاريقة نجموا نعيتولو نعملوا خبزة قاتوا نقولولو بس لي ما راوا المكتوب وفي وإلا أن تتصير كيما صارت بطريقة هذية النتيجة هي واحدة صارت الإقالة بقا بعد بيش نزينوها ولا ما يزينوهاش هذك هذك الفرق نتصور أن الإقالة كانت منتظرة الناس اللي قراءة بالي غاديك الكل كنا ننتظروا أنها بيش تصير الإقالة أكيد ما كناش ننتظروا أنها بيش تصير بالسرعة هذيك يمكن هم يخموا كمسؤولين لإخذوا القرار ومتع الإقالة يقول لك اليوم ما عنديش برشة وقتين نقبل مباراة مصيرية ولوز مباراة مصيرية باش نترشحوا الكأس العالم وخلينا ناخذ الديسيزيون تاعي على بكري ونقص لكن هني قلت لك أنت كانت إقالة منتظرة للمنظر الكبير وتحية كبيرة أكيد للمنظر الكبير ما يبدرب كبير ما يبدرب عنده اسمه عنده التاريخ والذكو يعته للمنتخب الوطني التونسي يخدم كيما يلزم على المنتخب الوطني التونسي يخدم قلبه وربه كيما يقولوها الكلمة ما مشيتش معاه هالنتائج ونتصورنا الإقالة في محل القادر ينجم يقول للمنتخب المنديل فالزوز ميتشويتش جاي بصراحة هو الخيار الأنسب من الجامعة كان الخيار الأنسب وإلا ليه نستنيه والزوز مباريات اللي بيش يرشحونا للكوب دي مونت أنا واحد من الناس لو كان جيت أنا صاحب القرار يمكن كنت نمشي في فوزي البنزرتي المدرب الكبير هذي وحتى كي ترشح فوزي البنزرتي بصراحة تحية كبيرة برشا ليه كي ترشح ويمشي الكوب دي مونت تكون على الأقل تتويج المسير أو كاريير كبيرة المدرب الكبير هذي فوزي البنزرتي ويندو زيما الترنتيف يمكن كنت نجم نخمم في نبيل معلول أيضا تنخطر سافرت كي ما قلت لك مع المنتخب وسافرت مع المنتخب وقت نبيل معلول ونعرف المدرب هذي قديش قادر باش يكل الضرب وباش يحط الضغط الكل على كتافه معلول المبارات هم الزوز البنزرتي ومعلول مع الجامعة مايش ولا بد بفهم بصش أسباب تخلي ماهو ما ينجموش يكونوا هما معنا بو أنا نحكي لهني بغض بغض طرف على بغض النظر على العلاقة ما بين الجامعة وما بين زوز مدربين أذو ما نحكي في وجهة النظر امتها خطك نبيل معلول قادر بشيك البرشا ضرب كيمال كيمال البوكسور ينحي الضغط لكل عالم لعبية يتحمل هو الضغط نبيل معلول نبيل معلول في روسيا وقتلي مشرف على المنتخب الوطني التونسي في المبارات لولا الداخلي مش نلعبوا ضد المنتخب الانجليزي وحسين رويحنا تقول المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الإسباني يعطي برشا ثقة في الجروب متاعه نحي برشا ضغط على الجروب متاعه يتحمل هو الضغط الكبير هذو ما اللي دو بروفيل اللي نتصور أنا اليوم من الأسماء التوينسة اللي يمكن كانوا ينفعوا المنتخب الوطني تونسي جلال القادري عندي ثقة كبيرة برشا في جلال القادري عنده شخصية ممتازة برشا واكتشفناها هذا أيضا في في الكان هذية وفي الندوة الصحفية خاصة اللي سبقت مباراة المنتخب النيجيري قدش كان قدش كان كلاس قدش كان زين قدش كان عنده ثقة في روحوا في المنتخب الوطني التونسي وحتى الاستفزازات عرف كيفاش يجاوب عليها وفلك وفا اليوم نمنحوا الفرصة الجلال القادري يعني قدت لك نعرفوا مدرب معبي برشا معبي برشا برشا كورة جلال القادري وإن شاء الله نتمنى له النجاح مع المنتخب الوطني التونسي وتكون ولادة مدرب كبير في تونس إن شاء الله بايه هذية من زاوية المتخب من زاوية كنتي دلي في الكان هذي تقريبا بعد كل الحلقة من البرنامج بتاع التفزا وطنية بخصوص الكان نس كل تحكي على محمد هايبوز قال بش بش عدينا اللو بغالي بستنيت التفاعل هذة والله لي سليم من الول لي ماستنيتش التفاعل هذة يعني قلت لك كنت نسخة استثنائية من بطولة افريقيا مكش بش تنجم تخدم كيما كنت تخدم في نسخ اخرى قتلك قبيلا حاب ديما نعمل حاجة نتميز بها ننفرد بها ما كناش قراب للمنتخب الوطني التونسي كنت بش نحصل روحي في قالب اني كل ليلة نطلع مع عرازي بش نقل وراء تضرب وزوز اليوم بالكورونا رجع واحد عملنا حسة تدريبية حذروها خمستاش لاعب غدوة حسة تحت تدريبية مغلقة ولا نمشي لددوة صحفية ونهار المباراة هذيك هو بش نلقى روحي في قالب بمتاع الناس الكل اللي تخدم فيه وقالب جهز نحب نحط راحي بلاست محامي الشيطان دليل هنا يقول لك أنا ما يهمنيش معنا يهمني في الكورج لاخد اش دخل برنامج الرياضي اش دخلني نشوف في السحر ولا في عمر المؤمنين ولا حد منه عخير ماذا رأيكم سي دي شواء بريتو ما همش ما جبنا همش من روسنا السحر تحكي عليه ويذولي في كل مباراة وكل تظاهرة افريقية نحكيوه عالسحر والاندي متاعنا وشنو اللي صار لهم من جراء السحر ولكلامات تقالت برشا وقعدت ديمك حاجة غامضة قلت بورك وابا يعني خليني نمشي نشوف واحد من هالناس هذو ما واحد من هالسحر هذو ما واحد زيدا وقت اللي نفركس ونسئل وحكيتنا وياه معاتا كانت عنده وعطاني حتى اسماء متاع مسؤولين ومتاع في رقم معتا بأكيد المجالس بالأمانية مانيش بش نذكرها معتاني وبالأدلة ناس كانت تتصل بيهجيت انا وصلت للضوء على حاجة مربوطة بالرياضة وفي الكان هذية زيدا تحكيه برشا يظهلي على السحر وفماش كون جيبراقي وفماش اللي تعدي في الطرف زي شوف ناس كل نحب نعرف شوية من الكواليس اللي ما ما تعديتش واللي ناجم تفيدنا بيهم فحكية السحر ستي بافاسي ستي بافاسي اسلامي جا قولك الكامرون عندك فيها كن كن ما تخدم الكامرون يقول لك سي لا فيك وميناتور افريقيا افريقيا مساغرة وهذاك الحاجة اللي اعطتني الفكرة اللي نسلط الضوء على الحياة في الكامرون وجوانب خفية وجوانب في الكامرون بديتها بلعبة هني نمشينا في غابة ورينا في النسكنو مشينا ورينا وقتلي اليمبي الناس تحكي عليها وتقول لك ما نخرجوش بعد الخمسة متعليل وتظلم الدنيا ما عاش تخرج من دارك انا وتحية كبيرة الزميني انور المغراوي المصاور اللي معنا كنا نخرجو نمشيو كيلو مترات في وسط الغابة باش نوصلوا نجم ونعملوا اللايف خطر حتى خرينا في السحار سائق الكارهب كارينا محبش يخرج معنا حبي يخرج معنا حتى حتى ورينا انه كل شاي للبي السحار اذك صحيح قال لك مشي ماركي يوسف لمساكني محبوش يظهروا يمكن تقريبا سبعة سوية وتليفوني قديمي طلبت يمكن خمسين نومر ومتاع متاع سحار باش وصلنا للسيد هذي الساعة البلاس اللي مشي مشي نالها ما عندكش حتى فكرة يمكن ظهر فيها شوية وشفتوا صعوبة المنطقة حتى اللي باش يوصلوني الغادي كما عات كانوا خايفين لمو رواحهم برشا باش وصلونا الغادي بلاس تخوف على الآخر السيدة ذي الساعة البيت اللي يخدم فيها قالي ما تدخل لهيش مسكرة طلينا عليها جز شفناها كاو أما ما تدخلش بقى البلاس اللي سورنا فيها هذي كميش البيت العاصلية اللي اللي يخدم فيها ريحة البخورات وريحة شي غاديك تخوف على الآخر حكيت انا حكيت كنت نجم تعطين تبعث لي الفيديو متاع الحص اللي تعديت البيرا قلت له نبعث لك الفيديو على شرط عملنا حاجة هكا خل خنربح المنتخب الوطني التونسي قالي سيريو قل ويجو سيريو وبتفديك معتا كنت نبعث حتى في المساج نوري في المساج الرازي معتا المساج المساج واتساب اللي يبعث فيهم وكنا شيخين عليها الحكاية قالي قالي بيا سميلي زوز زوز اسامي متاع ملاعبية في المنتخب متاعكم اللي تتتصوري نجم يكونوا مؤثرين وتحبهم يقدموا مردود به هكا بتفديك قتله بشير بن سعيد ويوسف المساكني بشير بن سعيد مقبلش اهداف اكيد بتبعها لما هيش حكاية تسحر ولا عمل لنا حكاية اللي قلت كذا بل منجمونا ولو صدقوا راو نوريو فيكم في الحاجة هذية راو مانيش مأمني بها ما فقط نسالتوا عليها في الظو قتله يوسف وبشير بشير ما قبلش هديف ويوسف سجل الهدف بعد المباراة بعث اللي قال يا هاوك زوز اللي قتل المسادفة قادك وشنو لا لا مسادفة تنجم تكون كان مسادفة خاطر هو وقت اللي قتلوا هذو ما تلب عليها دجا حاجات وقت اللي قتلوا نحب زوز الملعبية هذو ما قالي به الخدمة يلزمها تصير قبل ثلاثة ايام بويس كانت اليوم انهارة المباراة يلزمني برشا حاجات نشريهم وطلب عليها فلوس وطلب عليها بشي شري حاجات أنا وقت لتلب الحاليات هذو قصيت هالا معاهم والله يشوف نحترم نحترم النقد وبالنقد نتعلم وبالنقد نتطوره اما ما نحترمش السبق وخاصة يجي من عند ناس زعمة زعمة زملاء وإلا محسوبين على القطاع الاعليمي ولا يخدموا في القطاع الاعليمي عليش عليش تقزز وقت اللي تقول منكلش انت اليوم امك طيب لك حاجة ولا مرتك طيب لك حاجة ما تعجبكش المنظر تقول قال لك محمد علي يرد بالكم تاكلوا اي ماكلة في الشارع خطري طيبوا الماكلة بالماء متاحهم الماكلة ينجم يخلف برشا ما دار ما هوش كما الماء متاعنا ما هوش تريتيك كما الماء متاعنا ينجم يجيبوا الماء من اي بلاسة يطيبوا بها ما نحبش نحب نش ندخل اكيد نحترم العادات والتقاليد مع الناس هادوما يقول لك حاول باش ما تاكلش الماء متاحهم قلت ليه ما نذوقش شنو هاته عالي ولا شنو هاته كبر كي تقول ليه ما نذوقش ما فميش يظهر ليش كون تخل في وسط الكامير تخلت لديارهم وتخلت لسبتاراتهم ودرت في البلايس اللي حتى هما في الليل ما يدوروش بهم وناس متحضرين وناس متربين برشا وبلاد مزيانة برشا وبلاد ما كانش فيها حتى اختر كيما كيما مشينا واخنا خايفين لكن وقت اللي تقول ما ناكلش وما نجمش ناكل ما فيها حتى تعالي وما فيها حتى تكبر واضح بيه فصل قصير بعدم كمين الحيوان